أهلا وسهلا أخت مريم من مصر تفضل لي مريم أهلا أهلا بيك تفضل لي أخت مريم المسيح قام حقا قام أنا بصلي أن كل اللي بيسمعني يختبر قيامة المسيح في حياته إزاي ما أنا اختبرته آمين كيف اختبرتها يا أخت مريم أنت عارف يا أسيس أنا مولودة مسلمة والمسيح افتقدني من كم سنة وفي الفترة دي كان فيه فترة تغيير كبير في حياتي فأكبر بروف لقيامة المسيح اللي أنا شعرت به لأن المسيح يتعاش مش يتسمع عنه لازم يتعاش نسمع عنه ونختبره اختبار شخصي والمسيح ما عندهش مانع أبدا يريفيلهم سلف مش عارفة بتتقالي زي بالعربي يعني يعني كاش يعلن نفسه أمام مظبوط أمام أي أحد زي ما عمل مع تومة تومة جاله بشكه وبمخاوفه وقال أنا مش هصدق غير لو شفت بعيني المسيح مزعيلش منه ما قالوش أنت ازاي تشك فيه قال له إيه قال له حط صوابعك في الجرح ولا يتكن غير مؤمن وآمن وبقى تومة المبشر فأنا بشجع إخوتي المسلمين قبل ما أقول لهم أنا أتبرهن المسيح في حياتي إزاي أن يجب مخاوفه وشكوكه كلها ويقعد قدام الإله الحي من غير ذكر أسمي أنت مين يا رب قل لي أنت مين والمسيح أمين جدا وحيعلن عن ذاته لكل واحد بيطلب استعلان بكل تواضع أنا المسيح غير حياتي غير نظرتي للحياة للمواقف الصعبة للتحديات للمديات للمستقبل حتى قراهيتي للخطية زادت بأمانة أنا دلوقتي بحس أن أنا مش عايشة في العالم وهو قال قال ليسوا من هذا العالم كما أني لستوا من هذا العالم يعني مثلا أنا كنت زمان بنى عهم من مستقبل جدا زي ما تقول برضو شوية بسيماستي كده يعني يعني دايما حاس أن أنا شخص حظي وحش في الحياة ما بيجنيش حاجة بسهولة دلوقتي المسيح غيرني تماما بقيت اوبتماستيك بقيت فرحانة عندي فرح داخلي حتى لو الظروف الحوالية وحشة لأنه قال كده قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن أنا من جوايا احسستي أن المسيح حي داخلي ما خليني فرحانة كنت كمان بخاف جدا من الموت لأني ما كنتش مستعدة بأمانة لمواجهة ربنا لأني للأسف للأسف أنا واحدة ست عايشة في دولة إسلامية رسول الإسلام حكم علي أن أنا من ضمن ثلاثة ربع أهل النار فكنت بحس أن أنا طول الوقت لو موت أنا مش مستعدة أنا دخل النار حتى وكنت بعمل كل الحاجات اللي المسلمين بيعملوها المارسون الرمضاني بتاعهم والصلوات والصيامات وكنت بمشي بأمانة حتى وقت 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 الإسلام كنت بمشي فعلا بأمانة لكن ما كانش عندي سلام دلوقتي أنا لا أخاف الموت ولا أرهب بل بالعكس زي ما بولس قال ليش دهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا لكن في نفس ذات الوقت ممتنة جدا بأن المسيح يعني لسه حاطتني على وش الأرض لأن ساعتي لم تأتي بعد لأن الرب لسه بيستخدمني لحد ما خلص دوري لأجل مجد وحده آمين كمان المسيح غيرني أن أنا بقيت فهمة إمتي فيه يعني أنا دلوقتي عندي سلام معاه فهمة إمتي فيه فهمة أنه هو مات وقام عشاني بقيت بكرها الخطية أكتر من أي شيء في الحياة بقيت عارفة مين سبب الخطية إبليس مش الشخص اللي بيقذيني كنت الأول بشخصن الشر لكن دلوقتي أنا ما بشخصنش الشر في إنسان أنا بقى عارفة أن الإنسان الشرير اللي بيقذيني هو مجرد مريونات في قدين عدو الخير فبصليله بالبركة بقى عندي سلام مع الله سلام مع الناس آمين يا أخت مريم آمين أنا بشكرك كتير على هذه المداخلة ولسيما ما في أي إنسان ممكن يقنعنا إذا كان الدليل والبرهان داخلي وشخصي أنت عارفة شو كنت وكيف تغيرتي وشو أنت الآن ربنا يحميك ربنا يبارك وربنا يستخدمك يا أخت مريم وشكرا شكرا على هذه المداخلة اللي شجعتنا وشجعت إيماننا أيضا ربنا يباركك ويحميك كمان اشتركوا في القناة